مع الدكتور سعد بحكمة التخصص دكتور سعد سمعت انت التقرير ويعني مشكلة المشاهير في السوشيل والإعلانات صارت كرة الثلج كبرت شوي لأنه صار مثلا شوف في حالات مرضى أحيانا في تضليل للناس أحيانا ما في يعني ما في إدراك من هذا اللي يعلن بالمنتج ما يعرف كواليس ويمكن النواية طيبة بس النتيجة في النهاية برأيك من يتحمل من يتحمل هذا الإخفاق طيب بسم الله أول شيء وشو كان الاستضافة الإخفاق نابع من عدة جهة الحقيقة المبدأ الأول نابع من المستهلك لا بد يكون واعي هو يتابع مشاهير معينين ولكنهم غير مؤثرين بمعنى تممكن تابع مشهور معين ومتخصص مثلا في الرياضة لكن لا يعني لما يتحدث مثلا شيء لا علاقة بمنتجات تجميلية أنه مؤثر هنا فنقول للمستهلك برضو لا بد يكون على درجة من الوعي أو على درجة من محاولة الوعي نسميها هذا الرقم له وهو أسهل بارت أو أسهل جزية جزية الثانية الحقيقة وزارة التجارة وبعض الجهات الحكومية حتى الآن هي تقدمت بشكل يعني بشكل مشكور في التقدم بموضوع اللي هو معروف وسنت بعض الأنظمة ولكنها أعتقد غير كافية أو تحتاج إلى تحديث هذا من جانب ثاني وبنتكلم ونعطي مثال عليها كمثال وزارة التجارة الآن عندها أو اللي هو وزارة الإعلان برضو عندها قانون النشر الذي يمنع الإعلانات المظلة لكنه قانون أعتقد كتب مدى ثلاثة وسبعين وربعة وسبعين وخمسة وسبعين كتب من عام الفرمائة وواحد وعشرين وما واكب التطور لصير الوضع الحالي اللي هو إعلانات المشايل فبالتالي مثلا القانون يقول لك تقدر أنت تعني إعلام معين لكن ما نقدر نوقف بعد ما يقع الإعلان أعطيك مثال مثلا أمكنت تقول الآن هذا شامبو يساعدك على حل مشكلة الأرق الآن هذا الأستيتمنت أو هذه اللفظ أو العبارة الموضوع أنها تكون خاطئة وزارة التجارة ما تثبت يعني أو ما توقف الإعلان أو وزارة الإعلان لذا كان مضلل أخلاقيا أو واتفر ولكن في حالة بالشكل هذا شامبو يحل مشكلة الأرق ما في أي لينك فبالتالي بعد ما تقع المشكلة يتدخلون لما يجرب المستلك المفروض في جهة ثالثة تيرد بارتي تراجع المحتوى الإعلاني فبالتالي تمنع من هذه الممارسات لو أخذنا بسرعة يعني على جزئية سريعة الآن سوق المشاهيري سوق كبير ومسوي مشكلة بالعالم كله وهو في علم التسويق وعلم الاتصال التسويقي أكبر سوق قاعد ينشع ينشع صحيح نعم السنة هذه نحن عندنا السوق الأكثر من 4 أو 5 مليار في السعودية فقط توقع نمو كبير وعلى مستوى العالم لو أقارن لك مثلا مثلا في بلد وممكن يكون متقدم في الموضوع هذا اللي هو السليبراتيز والندورسمنت مثلا في أمريكا عندهم خمس قواعد عامة للمشاهل أولا لا بد أي معلن مشهور لما يتكلم عن يقول أن هذا أعلان لا بد أن يتكلم بروموتد أو ادفرتايز معلن هذا واحد اثنين أبعد من كذا حتى لو ما يأخذ مال إذا كان في علاقة شخصية لمعنى مثلا في لاعب كرة مثلا مشهور نهندوس أو سفير لعلامة تجارية أو جابه مشهور قالتالي نحن نعطيك فود وأصدقائك وتكلم عن المطعم هذا إعلان هذا ليس دفع مالي ولكن دفع كاين أو دفع خدمة لا بد أن تذكر هذا الشيء الثالث ثلاثة شغلات لما تتكلم عن المعين ما يحق لك تتكلم عن منتج معين وتنصح الناس بتجربته إلا أنت مجربة شخصية الشيء الثاني لا بد وهذا شيء مهم جدا وحساس يمنعك القانون ويجازيك هناك لما تجرب منتج معين وما يعجبك وتطلع الناس تقوله كويس هذا الأسف اللي صاير يمكن بالسوق المحلي أنه تجرب إما ما تجرب المنتج سواء طبي زي ما شفنا في التقرير أو مطعم معين أو أنه فعلا مثلا دخل مطعم معين لكن كان عادي بس أنا بالغ في وصفة فهذا جريمة يجرمك عليها القانون بس هذه دكتور أيضا فيه الإعلان التنافسي ممكن واحد يأتي فيه علامة تجارية مهمة وفي لها منافس يأتي بيعاز من الجهة الأخرى أنه يقلل ومن براند معين يقولون هذا أيضا فيه مخالفة إذا كان غير حقيقي نعم حتى المخالفات كثيرة عندنا الآن ممكن تشوف كثير من الشركات تقول نحن الأفضل أفضل منتج أحسن كذا